انت المفروض صانع نجوم كبير ستار ميكر يا ممضوع يعني ازاي فشلت انك تصنع من ابنك نجم بقى دخل اهو في السكة اهو في الراب و ايه معنى ده هقولك حاجة بس عشان بس تبقى واضح وصريح يلا نور درت في لندن ايه لما رجع من لندن ما تدخلتش في حياته خالص هو بس اخرجلي برنامج حمائي اه لكن انا ما تدخلتش بيعمل اغاني بيعمل برامج بيعمل بيروح مطاعم بيعمل مطاعم بيقوم حاجات كتير جدا هو عنده شاصية اه بس ابنك اولى من انت تشجعه وتزقه لقدام هزقه في ايه في ان انت تخليه نجم زي بقيت النجوم كبرنامج انا بقولك رب انت دلواتي اه يزعب في برامج يعمل حفلات دعاية مش لما بس يعمل حاجة الاول الناس يسمحها وتسمع يعني يا ممدوح مفيش ولا نجم من اللي تعرفهم طلبت منه ان هو يساعد نور ولا ملحن وهو مش عايز والله العظيم انا بسمع الحاجات دي زي زي الغرب يجي سمحاني كده بعد ما يجهزها ويخلصها طب انت بتحب لون الخناق اللي بيقدمه ده ولا ما بتحبوش بتحسيلينا عن زوج انا يعني ما بحبوش وهو عارف ما بفهموش نروح للبعد زيتا مش مظبوطة من الفنانين علشان روتانة بتمزي مع مهرجانات انا شايف ان المهرجانات هتخسر كتير مش هتكسب المهرجانات لسه شغالة على فكرة و بتنجح وبتكسب جمهور اكتر ده مفيش فرح فيك يا مصر الا ما فيه اغاني المهرجانات وانا بحبها اغني احبها في الافراح برقص عليها وكل حاجة بحبهم جداً بتحبها وبتهاجمها ليه؟ في فرق ما بين المهرجانات اللي فيها كلام محترم وفرق من المهرجانات اللي فيها كلام مش محترم انا معا.. اسكلمك هنا مش موضح يعني انت قلت بشكل عام المهرجانات هتخسر مع الوقت بس بس هي بتبقى زواهر ما تقول بقى ان انت مع الوقت اكتشفت انك غلط لا خالص اعتارت لا 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 من عصر السنين تلعق قرديجا قصاروا الدنيا قصاروا الدنيا وصفروا كل بلاد العالم بس ما كانش فيه السوشيال ميديا اللي تخليهم اي حد دلوقت بيسافر برا عملي يصور نفسه هنا وهنا 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 هما دول شتغلوا وقصاروا الدنيا لكن هيطلع عليهم واحد تاني هيتطلع عليهم ناس تانية كل سنة سنتين هتلاقي حد جديد اه بس انت بفكرة جد بتتكلم عن الشخصيات الفنية ولكن ليس على نوع الفن الكلام المحترم هو اللي هستمر الكلام اللي فيه احترام هو اللي هستمر بس عايزة اقولك على حاجة ممدوحة المهرجانات كل يوم بتنجح طبعا انا قلت لأ يا ري تنجح بالعكس انا كتير كتبت وكتير قلت يا جماعة سيبوهم ياكلوا عيش سيبوهم يشتغلوا مدام الناس بتحبوهم سيبوهم انا مش مع المعنى ابدا يعني ابدا يعني انت مع المهرجانات طبعا النظيفة اللي بعده اللي بعده عاوزين افكار جديدة للترند والشهرة ضرب الزوجة خلاص اتحرق يعني ايه بقى يعني انت شايف انه ضرب الزوجات ما يستحقش ان هو يكون ترند الترندات دلوقتي بقى اي حد عاوزي اعمل حاجة مختلفة ده فيه ناس بيخترعوا ترند يطلع يضرب مرته عشان يخترع ايه ده ايه ده يعني حتى لو هو بيمس ان هو بيدرابها عشان يعمل ترند هي دي مش برضو ايهانة لها ايهانة طبعا يعني اه طب ماتضامن ليه مش بتتضمن مع المرأة انا متضمن مع المرأة بدليل انه عمري في حياتي اه ما مدت ايدي على واحدة ست. وعمري في حياتي ما بست في موبايل واحدة ست. وعمري في حياتي ما بست في شنطة واحدة ست. نروح للي بعده. بضالي. اللي بعده. اه. يا صلاة النبي احسن. ده ما انت هو عايز بتبقى ترند انت كمان. لا والله. ما انت هو. واحد تعملي صور غريبة. ليه? مرة يعني ايه اول مرة صور رجلي. دي في الساحل من سنتين. اه وانا عايز باش شرب قهوة. بقول يا جماعة انا اول فعلا ما بشبش قهوة. انا اقصى حاجة بالنسبة للشاي او ال اه. ممدوح ما تلفش. وقلو اول مرة. انا بكلمك على اول مرة صور رجلي دي. انا بحذر مع الناس والله العظيم ما كنت اقصد. انا بكتب كده. انا اول مرة. يعني. واول مرة شرب قهوة. لقيت ال الفين شير. اه مش عارف اه خمسين الف. وبعدين لقيتني متصور. لا انا هو واحد مسورني فروح تمنزلة. وانا يعني وانا ده. يعني ما كنتش عايزة تبقى ترندي يعني. لا والله. حاجة بريبة يعني. لا 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 لا. زي اللي بيدرب مراتو. اللي انت كنت اللقتي بتعليق عليه. لو ترندي هتبعقول بقى حاجات ابيحة عشان ابقى ترندي. انا مش ما بحبش موضوع ترندي ده خالص. ولا ليه في السوشيال ميديا ده انا بالعافية لما بنزل صورة. او بالعافية لما بكتب حاجة.